أكد رئيس السيسي أن ما تم تحقيقه خلال السنوات الماضية غير كاف لدعم الدول الأفريقية في مجابهة التغير المناخي أشار رئيس السيسي إلى أن مصر أطلقت خلال مؤتمر المناخ بشرم الشيخ كوب 27 منصة نوفي وحصلت على تمويل يمكن مصر في عام 2030 من أن يصبح لديها 42% من خليط الطاقة في كوب 27 أطلقنا منصة لإسمها نوفي خدنا من الأي بي أردي ومن ألمانيا ومن الولايات المتحدة ومن الدنمارك تمويل لعشر جيجا يمكننا أن نحن في 2030 يبقى عندنا 42% من خليط الطاقة إذن العمل مش عمل فقط من جانب أن نلقي اللوم على أصدقائنا الدول المتقدمة وإحنا كدول أخرى ما يبقاش عندنا الأفكار اللي نحاول نخترق بيها ونحل بيها المسائل وبعد كده نقول اللي إحنا بنقوله دلوقتي